سماعات الرأس زاد استعمالها بين العامة في الآوينات الأخيرة فبالإضافة إلى الاستماع للموسيقى والأغاني أصبح الهاتف النقال مرتبطا بها ارتباطا مباشرة ورغم استعمالها بكثرة إلا أن لها مخاطر سلبية على الأذن بسبب سوء استعمالها والتي منها ارتفاع الصوت رغم التحذير المرفق عند وضعها يشير أطباء الأنف والأذن والحنجرة إلى أن سماعة الرأس لها تأثير كبير على السمع وضعفه وكذلك التركيز والانتباه بل قد يؤثر على الأعصاب أيضا خصوصا إذا تم استعمالها لفترة أطول من المعتاد ومنها آثارها السلبية أيضا بحسب الأطباء أنها تسبب احتكاكا للأذن وتعمل على إصابة الأذن بالجروح أو الالتهابات كما أن وضعها على الأذن بصفة مستمرة يضعف من طبيعة عمل الأذن وقدرتها على الاستماع بطريقة جيدة لذا ينصح الأطباء بضرورة توقي الحذر من كثرة استعمالها وفضلين استعمالها عند الحاجة فقط وليس بصفة مستمرة لتجنب الأذن أي إصابة تفقدها حاسة السمع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر